كل سنة حواليك طيبين خلاص كلها شهر ويبدأ موسم الحج السنة دي ومع بدء موسم الحج أطلقت وزارة الداخلية السعودية مبادرة اسمها طريق مكة دي مبادرة بتسهل الإجراءات الخاصة بضيوف الرحمن خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة من الأستاذ عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية صبع الخير عليك أستاذ عادل صبع الخير أستاذ محمد صبع الخير أستاذ هادية أهلا بحضرتك يا فندم عايزين نفهم في البداية كده وتعرفنا أكتر عن هذه المبادرة هو بداية زي ما حضرتك تفضل أطلقت المبادرة دي من منذ أيام لكن أنا عايز أقول إيه اللي كان بيحصل للحجيج عندما يخدمون إلى المملكة العربية السعودية لأداء طريقة الحجيج كان الحج ينزل المطار وبيوقف في طوابير لأغنى البصمة ثم تأشية الدخول والخصائص الحيوية والتشييك على النواحي الصحية واستلام الأمتاع ثم التواجه إلى أماكن إقامتهم الوضع اختلف تماما عن طريق هذه المبادرة الحج يتم عمل كل هذه الإجراءات واستقبال ضيوف الرحمن في بلادهم يعني من هو بلده هيتم إجراء هذه الإجراءات اللي أنا قلتها ذكرتها من شوية وهو في بلاده علشان يتم ومجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية بيدخل مباشرة وبيستلم أمتاعته فين بقى بيستلم الأمتاعة بتاعته من حقائب وخلافه داخل مقر سكنه يعني بيطلع من السيارة مباشرة إلى مقر سكنه وده بالفعل حصل منذ أيام منذ يومين بالتحديد استقبالة المملكة العربية السعودية أول فوق من الحجيج على مستوى العالم والفوق ده وصل إلى مطار الملك الأمير محمد بن عبد العزيز الدولة بمدينة المنورة على سيارة كان عليها 358 حاجة وحاجة وكانت أمور ميسرة جدا جدا بالنسبة للحجيج لغاية ما وصلوا إلى أماكد إقامتهم بالسلامة طيب أستاذ عدد العزيز سأل حضرتك كمان عن الاشتراطات الصحية هل فيه اشتراطات صحية مختلفة أو اشتراطات صحية جديدة وضعتها المملكة العربية السعودية مختلفة عن السمين اللي فاتت مع انخفاض أعداد الإصابات بكورونا طبعا أستاذ عدد الاشتراطات الصحية لابد أن يكون الحاجة أو الحاجة مواخد التطعيمات كاملة والتطعيمات المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية أيضا لابد أن يكون حاصل على مسحة بي سي آر تكون نتيجتها سلبية قبل وصوله إلى المملكة العربية السعودية على الأقل ب 72 ساعة وكمان لو سمحتي لأستاذ هدير فضل بي خبر حصري لصباح الخير يا مصر من الأراضي المخدسة ألا وهو بدء التسجيل لحجاج الداخل من المقيمين من جميع الجنسيات وعلى رأسهم أكبر جالية في العالم وهي الجالية المصرية منذ أيام وتحديدا من يوم الجمعة الموافق 3 يونيو وهيستمر أستاذ هدير لمدة 9 أيام الجديد هذا العام في موضوع تسجيل لحجاج الداخل أنه هو هيبقى بالقرعة زي عندنا من مصر مش كل واحد هيدخل يسجل يبقى ضمن أنه هو هيؤدي فريضة الحج لأن عدد حجاج اللي داخل المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين 150 ألف حج فقط وعدد الحجاج من خارج المملكة 850 ألف حج من جميع الدول العالم عظيم جدا رفن بكل شكر حضرتك بنأكد طبعا على كلام حضرتك أنه تم فتح باب التسجيل للحجاج أو للمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية تحديدا من الجاليات وتحديدا من الجالية المصرية تعتبر أكبر جالية موجودة في المملكة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا نسيز عادل حانا في نائب رئيس الاتحاد العالم المصريين بسعودية شكرا جزيلا لك فهم